برضو في الأول وفي الآخر نحن نتكلم في إطار معتقدات قد تكون صحيحة قد لا تكون غير صحيحة قد يرى البعض أنها تنجيم قد يرى البعض أنها واقع يعني حنتعرف من خلال ضيوفنا إذا كانت هذه علوم أم أشياء أخرى أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية وخلي أبدأ مع حضرتك يعني أستاذ محمد هل فكرة قرارة الكاف بتستهوي ناس كتير وهل بتستهويهم لأسباب خاصة بالإطمئنان يعني اللي بيقرأ الكاف بيعتقد فعلا في الصحة اللي سيدك بتقوله ولا لمجرد التسلية تسعين في المية الكلام صح أنا واخده من ناحية إيمانية صرفة ما فيوش دجل الله حكيم ولا مش حكيم نعم حكيم نعم الحكيم يعمل حاجة عبث لا حكيمه ما يعملش حاجة عبث يخلي مخلوقات ربنا من لدن آدم حتى قيام الساعة خطوط اليمين غير خطوط الشمال عبث ولا بحكمة بحكمة الحكمة ما ينفحش تروح في الطراب ما حدش يدر بيها ما تبقاش حكمة فيهيئ الله لها من يفسرها ويؤولها ويفيد بها الناس وأنا بقول قدام العالم كله اللي بيشوفنا لو جبتلي عشر ستات وقفين من غير ما أمسك إيديهم يعملوا إيديهم كده فيهم واحدة بس عاكر أطلعها من وسطهم واحلف لها على المصحف عندها عيال ولا لأ وليس في الموضوع غيبيات ولكن هذا كلام الله طيب إزاي يعني إيه المرجعية هل هو علم؟ علم إزاي؟ الدكتور مصطفى محمود وهو من هو يقول على هذه العلوم عشان ما بتتدرس بمنهجية واخد بال حضرتك بيسميها علوم ظنية ولكن الظن في القرآن تاني مراحل اليقين في القرآن الظن بمعنى اليقين واخد بال حضرتك فهي عشان ملهاش حتة التسلسلية المنهجية بتاعت الأظهر أو غيره واخد بال حضرتك فتتسمت كده إنما أكسم بالله بتشوف إزاي اللي بيقول أو بيعتبرك منجم ما أنا بقوله حضرتك الناس مش فهمة الفتق بين الكاهن والمنجم وقارئ الكف ويتقولوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولوا إن من ذهب إلى قارئ الكف لتقبل منه صلاة ورسول عليه الصلاة والسلام يقول من كذب علي عامدا فليتبوق مقعده من النار ما كانش فيه كراءة كف أيام الرسول طب إيه العلم إذا كان علم وصح إنه علم مرجعيته إيه يعني؟ مرجعيته إن هذا مش فينجال يعني أنا دلوقتي يعني شرح لي على كفة كده قبل ما نطبق عملي أقول لحضرتك أنا بس عايز أميز بين حاجات ورق كوتشينت التاروت ده كلام فاضي لأنه مصادفات الصور تيجي جنب بعضيها حسب التفليطة فينجالي القهوة لو أنا خمسة دلوقتي أنا نفس الشخص شربت خمس فنجيل قهوة هل من العقل إن الخطوط تطلع زيها؟ لا يمكن مزبوطا لا يبقى هذا كلام فاضي إنما هذا صنع الله يبقى طلع كلام فاضي لا يمكن طيب خلينا قبل ما نشوف الخطوط ونعرف يعني مدلولاتها إيه وخليني يعني قبل ما أجل حضرتك عشان حنلس هنتكلم في موضوع الخط ترجمة نانسي قنقر